اشهد معالي سيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب اشهد بجهود ديوان الرقابة المالية والادارية في اداء العمل الرقابي بكل كفاءة واحترافية والحرص على تنفيذ المهم والمسؤوليات بمنهجية مؤسسية واجراءات قانونية وخطط وبرامج تطويرية والتحول الرقمي والتوسع بتقديم الخدمات الرقابية في ظل دولة القانون والمؤسسات حتى غدى ديوان رقابة المالية والادارية في مملكة البحرين مؤسسة نموذجية في اعمال الرقابة بكل مهنية وشفافية على مستوى ديوال المنطقة جاء ذلك لدى لقاء معالي رئيس مجلس النواب معالي الشيخ احمد بن محمد الخليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية اذ قدم الى معاليه تقرير الديوان السنوي العشرين السنة المهنية 2022-2023 واكد معالي رئيس مجلس النواب ان جميع الملاحظات والتوصيات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية ستحظى بالاهتمام النيابي والدراسة المستفيدة من اجل الحفاظ على المال العام والتحقق من حسن ادارته ومشروعية انفاقه ودعم تطوير العمل الوطني اوضح معاليه ان رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة مالك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من اجل استدامة الموارد والتوظيف الامثل للمال العام لصالح الوطن والمواطنين هي من براس العمل البرلماني وبالتعاون مع الحكومة المقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيدا معاليه بتوجيهات سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على التعامل بحزم مع كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية ومواصلة الاجراءات لتعزيز الرقابة والمساءلة والمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة والامانة والمهنية في منظومة العمل الحكومي اشتركوا في القناة